تكلمنا عليه في عدة مناسبات وطرحناها والحمد لله في عدة اجتماعات حكومية هناك مقاربة وهناك اتصال مع أكبر المجمعات فيما يخص هذه الصناعة ولكن ظروف صلحية أثرت نوعاً ولكن فيه اتصالات والحمد لله نسعى إلى تحقيقها نسعى لدفتنا أن تكون صناعة ولكن صناعة بأليات صحيحة وسليمة وبشركاء فعليين وهناك اتصالات مع شركات أسيوية والأوروبية في هذا المجال وإن شاء الله نسعى وفي نفس الوقت هناك الجانب فيما يخص الاستيراد الاستيراد بالفعل كانت وجهة سيد رئيس الجمهورية بمراجعة دفتر الشروط تعالي استيراد المركبات وقمنا إدراج بعض التعديلات على هذا النص ونظر هذا النص راح موجود إن شاء الله على مستوى الأمنة سوف يصدر عن قريب إن شاء الله فيه بعض الأشياء الجديدة اللي أنا كما تعلمين طاقة السيارة كانت محددة على N,5 N,6 رفعنا هذا العرقيل وهناك عرقيل أخرى التي رفعت سوف يصدر إن شاء الله على مستوى مصالحنا مستوى الوزارة الصناعة نقوم بدراسة هذه المشاريع الموجودة الملفات المتعملين اقتصاديين حوالي 73 ملف راح موجود ونحن نحاول نسرع في هذه المعالجة ولكن الله غالب في بعض الأحيان النظوم القانونية أعطت بعض التحفظات هناك بعض الطعون المقدمة حوالي أكثر من 46 طعن مقدمة على مستوى اللجنة تدرسها في بعض الأحيان نقول بالأسباب كوفيد أثرت على اللجنة لأن لجنة لجنة الصناعة فقط تتكون معدة قطع ترجمة نانسي قنقر